ما حكم الاسلام في مزارع الدواجن وما يقومون به للدواجن من اخذ حقا وادوية حتى تنمو الدجاجة في وقت ما يقرب من ثلاثين يوما وتباع هل ما يعطونه للدواجن جائز ان كان الماء اللي يعطونه للدواجن طاهر شيء طاهر لا بس اما ان كان نجس يعلفونها النجس او يحقنون بمادة نجسة هذا لا يجوز نعم